طيب إيه اللي بيخلي الناس يشيع بينهم اللي حصل بيننا دلوقتي من شيوع الإحساس بالوحدة أهم سبب من أسباب شيوع الإحساس بالوحدة هو سهولة قطع العلاقات بيننا لأن بسهولة بقت العلاقة بين الأحباب وبين الأهل وبين الأصحاب وصحاب السنين حتى حتى لو كانت طويلة بالعشرين سنة وبالتلاتين سنة ممكن نعمل لهم بلوك ونعمل إيه وخلاص نشيلهم من حياتنا إيه السبب بقى؟ ليه بنعمل كده؟ ليه قدرنا نعمل كده؟ ومش بس كده الناس مش واخدة بالا أن احنا بنورس ده لأولادنا كمان بنورس لأولادنا نموذج اللي هشاشة في العلاقات وأن الأخ يقطع أخوه ويكبر أولادنا ومحدش فيهم بيراعي أخوه ولا عايز يعيش معاه وبقى كل واحد فينا دلوقتي بإيه؟ بيني اللي أرقى بسهولة عشان مش عايز وجع دماغ آه المزاج المزاجية المزاجية من أكتر الحاجات اللي خلتنا نعمل إيه؟ ما نبقاش مقوفياء ما بيناش عايزين وجع دماغ وإنتوا عارفين إن أنا كنت أتكلمتكم عن سبع حاجات زادت فينا زادت فينا إيه؟ زادت فينا بشدة الفردانية وزادت فينا المزاجية والتشكك وزادت فينا المزلومية والإحباط وكمان زادت فينا الحساسية وزادت فينا العشوائية لكن نشوف كده الناس علاقتهم لما تكون علاقات حقيقية مش علاقات مكذوبة بيكونوا إيه اللي حاصل بيكونوا أوفياء للعلاقة بس هو ليه إحنا في الحقيقة كده كده مرتحين إن إحنا نقطع علاقتنا ويبقى في علاقات كتيرة في حياتنا الراحة فيها بتيجي من إن إحنا نحاول نعمل اللي علينا تجاهها تجاه العلاقات وإن إحنا نحاول نصلحها مش إن إحنا نهرب منا ونقطعها ونسمي العلاقات دي علاقات مسمومة ليه زادت العلاقات المسمومة عندنا صحيح في علاقات بيحصل منها أزى من أطراف ودي مش دعوة لتحمل الأزى الذي لا يطاق لكن هل كل خلاف وسوء تفاهم بيخلي العلاقة اسمها علاقة مسمومة مؤزية لما نحط على العلاقة استيكر مسمومة دي إيه اللي خلينا نحاول فيها لما كل طرف في العلاقة بيتمى الطرف الآخر إن هو اللي أزاه يبقى مين أزى على الحقيقة لما كلنا بنعيط من الوجع وكلنا بنعيط من الأزى مين اللي أزى مين مين الظالم ومين المصدوم مين الغدار ومين الشخص السازج اللي اتحك عليه لذلك لازم نعرف إن أي علاقة إنسانية مش أنا محورها أي علاقة إنسانية بيبقى الحبل اللي ما بين الطرفين والعلاقة ده مولود جديد لازم نرعاه إحنا الاتنين فعشان كده العلاقة مش جاية عشان تحقق مستحى تحد فينا ولا تشبع احتياجاته ده العلاقة جاية عشان هي مولود جديد إحنا الاتنين بنسهم في الحفاظ عليه وعشان كده الناس إيه بقى الناس أصابها لإحباط في العلاقات وفي ناس استبدلت أحبابها للأسف بالعلاقات الافتراضية بس العلاقات الإنسانية حيا مشتركة من بين اتنين ويا محلاها لما تكون كده بس الاتنين لازم يكونوا مسؤولين وأول مسؤولية هي إن كل واحد يراجع نفسه قبل ما يلوم الطرف الآخر واحدة من أهم الأصول اللي كانت بتغرس وبتخلي الإمان موجود في حياتنا وتغرسه هي الأمان في العلاقات والمسؤولية عن ديمومة العلاقة هو إن كل واحد في العلاقة يبقى متطمن إن العلاقة دي منظورة بعين الله لحديث رسول الله عليه وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يبقى العلاقة دي مش بعيدة عن نظر الله ده المألف من بين قلوبنا هو الله فالعلاقة منظورة بنور الله